على قد ما بنحبها وبنرقص وبنستمتع بأغانيها على قد ما ساعات روبي بتدخل نفسها في مشاكل بجرقتها واختياراتها الكلام أغانيها زي اللي حصل اليومين دول مع أغنية 3 ساعات متواصلة روبي دخلت في أزمة مع نقابة الموسيقيين وده بعد ما طرحت أغنيتها الجديدة واللي قلبت الدنيا بعد نزولها بكام ساعة واللي أصلاً كانت عاملة قلق من قبل ما تنزل من اسمها بس روبي مقررة ترجع تقصر الدنيا بالترند بعد ما غابت فترة عن إنها تنزل أغاني جديدة وبعد ما نيمت حبيبها في الأغنية اللي فاتت ننا إيه بقى حكاية الأغنية الجديدة اعتبر الجمهور والنقابة إن أغنيتها 3 ساعات متواصلة فيها إحاءات وكلامها خارج وده بسبب إنها قالت لحبيبها في الأغنية تعال نفس الفصالة في 3 ساعات متواصلة أول ساعة هروأك تاني ساعة هشوأك تالي ساعة هدوأك أيوة هي قالت كده في الأغنية والإحاءات كانت واضحة وصريحة في أغنيتها وده اللي خلى كلام يطلع على إن نقابة الموسيقيين صارت على الكلمات يعني هم عملوا كده مع نجوم الأغاني الشعبي والمهرجانات ووقفوهم على شخاطر كلمات الأغاني وكان آخرهم محمود الليسي وريدا البحراوي ومش هيعملوا كده معروبي؟ طب إزاي؟ بعد الضجة اللي عملتها الأغنية قالوا إن نقابة الموسيقيين الصبح قالت إن حصلت مشاورات بين أعضاء النقابة وكثير منهم معترض على كلام الأغنية وشايفه خارج وما يصحش كلامها وقالوا لازم يعملوا اجتماع ويحضروا مصطفى كامل ويكرروا هيعملوا إيه معروبي بعد الأغنية دي وهل هيبقى فيه إجراء ضدها ولا لأ؟ وفين رقابة المصنفات الفنية من خروج كلمات زي دي للنور؟ وده كلام بقى خرج ونفاه النقيب مصطفى كامل وقال إن ما فيش حاجة منه حقيقية وإننا ما اجتمعناش ومش هنجتمع على شخاطر أغنية روبي ولو ده هيحصل هطلع أقول على طول بس اللي مش مفاجأة ومش جديد بقى إن أغاني روبي ده العادي بتاعها وإنها دايماً بتصير الجدل يا إما بالأغنية وكلمتها يا إما بالكليبات وبالذات أخر سنتين واللي عملت فيهم تيمة مع المؤلف والملحن عزيز الشافعي وقدمت نمتننة وبرضو وقتها نزولها عمل ألبان كتير واللي تقال عليها إن فيها إيه حقات وروبي قصد حاجات خارجة بس ما كانش فيه أي رد فعل وقتها من النقابة على الأغنية وبعدها أغنية حتة تانية واللي تشهرت بكلمة هبة اللي علمت مع الناس وقتها وغيرها وبعد النجاح روبي مع الشافعي هي قررت تمشي في نفس الاتجاه وتقدم أغلب الأغاني في الحتة دي فعملت أغنية أمك وأبوك وغيرها بس يا جماعة ما هو ده العادي بتاع روبي طول عمرها أو إحنا هننسى روبي سنة 2000 واللي كانت مشهورة بأغنيتها اللي بيداري كده ولا روبي بالعجلة واللي غيرت شكل المطربات وصفاتهم وقتها وجننت كل الشباب وبقت هي الأيدل وكمان ولعت أكتر لما بقت ممثلة بقت نجحة بالنسبة الناس في سكة تانية وقدرت فعلا روبي تنجح كتير في التمثيل وقدمت مسلسلات وأدوار كتير عجبة الناس زي ليلة البيبي دول والوعد والشوق بس بقى مسلسلات التلفزيون كانت في حتة تانية ومحدش يقدر ينسى دورها في مسلسل بدون ذكر أسماء وسجن النساء واللي أبدعت فيها جداً ورمضان كريم واللي قدت فيه دور البنت المتمردة والناس كرهتها فيه بسبب نجاحها وإتقانها للدور أما بعد كده فقدرت تكون هي بطلة المسلسل بنفسها وقدمت أهو دا اللي صار وشقة ستة ورانيا وسكينة وحضرة العمدة وتقريباً خلاص مش هترجع بعد كده مع حد تاني بعد مدائد طعم النجاح البطلة المطلقة بس الغريب بقى أن مع كل نجاحات روبي دي بتحاول تقدم حفلات سواء في مصر والسعودية بروبي اللي كانت بتظهر للناس في سنة 2000 بنفس حرقات الدلع والرأس اللي الناس بقت شايفة أنها مش لايقة عليها وإنها كبرت عليها حبيتين فما ينفعش ترقصها على أغنية اللي بيداري كده زي ما كانت بترقص عليها وهي عندها 20 سنة وده عرضها لانتقادات كتير الأيام اللي فاتت وبالذات وهي برضو بتلبس لبس ما بقاش لايقة على وزنها لذات وبيظهر شكلها مش حلو والناس قالت عليها أنها متصابية ولسا فاكرت نفسها عائلة ما تعمل حساب السنين اللي عدد وتخليها في اللي بتعمله ما ترجعش بالزمن اللي وراء علشان مش هيرجع ولانتو رأيكو إيه فروبي وأداءها